تعبع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر إبريل الماضي وأكد رئيس مجلس الوزراء دعمه كامل لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها إلكترونيا في سبيل تحقيق توصل فعال بين الحكومة والمواطنين من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها هذا قد تم التعامل مع 2979 شكوى تضرر من تلعب بعض المخابس في وزن الخبز المدعم وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والتموينية أو عدم الإعلان عنها كما تم التعامل مع 2444 استغاثة وشكوى طبية تطلبت تفاعلا سريعا كما تم إنهاء إجراءات إصدار وعدة تفعيل 3129 كرت تكافل وكرامة اتصاقا مع المبادرات الرئيسية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين